دورتي مشاهدين نتسيب حضراتكم مع موجز لأهم وآخر الأخبار مع مينة فضاليا مينة شكرا لك هدير التسع صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التليفزيون المصرية أهلا بكم أكد رئيس عبدالفتاح السيسي التقدير المصرية للخبرة الألمانية في مجال نظم الإدارة والتشغيل والتي تتسم بالحوكمة التقيقة جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي رئيس مجلس إدارة شركة سكاك حديد ألمانيا دويتشبان وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول استعراض التعاون مع شركة سكاك حديد ألمانيا لتشغيل وإدارة منظمة القطار الكهربائي السريع وخلال الاجتماع وجه الرئيس السيسي بالبدء الفوري في التعاقد مع الشركة الألمانية وبالتركيز على الجانب التأهلي للكوادر البشرية الفنية وذلك بنقل ثقافة العمل الألمانية التي تتسم بالدقة والانضباط الشديد وجودة الإنتاج وذلك بهدف صياغة وسقل الكوادر البشرية الفنية المصرية اكتمع رئيس عبد الفتح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وذلك بحضور وزير النقل وصرح متحدث الرئاسة أن اللقاء تناول متابعة مشروعات وأنشطة وزارة النقل على مستوى الجمهورية وعملية تطوير الجارية لمنظمة الموانئ على مستوى الجمهورية خاصة ما يتعلق بالموقف التنفيذي لمشروعات ميناء الإسكندرية الكبير ووجه رئيس السيسي في هذا الإطار بالاستغلال الأمثل لكافة المساحات بميناء الإسكندرية لصالح منشآت الميناء ودراسة الاستعانة بالخبرات العالمية في الإدارة والتشغيل وذلك لتطوير الأداء وتعظيم الناتج لصالح عملية التنمية الشاملة في مصر عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الإجراءات التنفيذية للقضاء على المواقف غير المخططة الواقعة على الطريق الدائري وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء أنه يجب العمل للقضاء على المواقف غير المخططة بمسار الطريق الدائري بكل حزن مشيرا إلى أنه سيتم منع هذه الظاهرة غير المقبولة من خلال تحديد أماكن لمواقف سيارات المايكروباس أسفل الطريق الدائري كما كلف مدبولي بوضع تصور سريع لزراعة وتشجير الطريق الخدمي المحيط بالطريق الدائري وبدء التنفيذ ذلك على الفور وذلك في إطار المبادرة الرئاسية للتشجير المعنية بزراعة 100 مليون شجرة تنفيذا لتوجهات الرئيس السيسي أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي بدء صرف الطعوضات لأسر ضحايا حادث كنيسة أبو سيفين بن بابا وأوضحت الوزارة أنه سيتم الانتهاء من صرف جميع الطعوضات وحصول جميع أسر الضحايا والمصابين عليها قبل نهاية الأسبوع الجاري حيث ستحصل أسرة المتوفية على 100 ألف جنيه والمصاب ما بين 20 و10 ألاف جنيه وأشرت الوزارة إلى أن رعاية لا تقتصر على تقديم الدعم المالي بل سيكون هناك دعم نفسي وفرق متخصصة ترعى الأطفال والمصابين وأسر الضحايا لمساعدتهم على الخروج من أثار الصدمة كما سيتم فتح ملف اجتماعي لكل الأسر وتقديم كل سبول الرعاية والحماية الاجتماعية للأسر ودويه صرح مصدر أمني أنه تبلغ للأجهزة الأمنية حدوث ماس كهربائي بإحدى لوحات الكهرباء الداخلية بمبنى كنيسة العذراء والأنبى موسى الأسود بمنطقة كداسة بالجيزة وأوضح المصدر أنه بالفحص تبين التعامل في حينه مع الواقعة بمعرفة أحد العاملين بالكنيسة ولم تسفر الواقع عن آية خسائر واعتذر مسؤول الكنيسة عن اتخاذ إجراءات قانونية لمحدودية الواقعة وأضاف المصدر أنه تم اختار شركة الكهرباء للتأكد من سلامة الوصلات الكهربائية داخل مبنى الكنيسة فرضت الصين عقوبات على سبعة مسؤولين تايوانيين لدعمهم استقلال تايوان وشملت عقوبات الحكومة الصينية ممثل تايوان في الولايات المتحدة وأحد السياسيين ونائب رئيس البرلمان وكذلك بعض أعضاء الحزب الديمقراطي التقدمي التايواني وتشمل العقوبات كذلك كل أعضاء أسرهم وتتضمن منعهم من دخول البر الرئيسي للصين ومناطق هونغ كونغ ومكاول إدارية الخاصة بحث وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو الوضع في محطة زابورجيا النووية جنوب أوكرانيا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتاريش يأتي هذا في الوقت الذي حذر فيه الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلنسكي من أنه إذا وقعت كارثة في زابورجيا فأن أوروبا بأسرها ستكون مهددة وفي خطاب له قال زيلنسكي أن روسيا لا توقف ابتزازها داخل محطة زابورجيا للطاقة النووية وفي محيطها لافتان إلى أن القوات الروسية تخفي ذخيرة وعتادا داخل منشآت المحطة نفسها وفي خطاب له أن روسيا تركيز الأمم المتحدة للمساعدة المتحدة نهاية مجزة تزاعة عودة للزمالة مصطفى وهادير لإستعمال باقي فقراتنا شكرا لك شكرا لك شكرا لك